السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكاربائية معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ننهي اليوم إن شاء الله هذا المحور الخامس مع الكاباسيتر المكثف الكاربائي وحيث سوف نتناول في هذا الجزء الرابع والأخير لهذا المحور الخامس درس المكثف وهو مثال تطبيقي لاستخراج التيار الجود الباور والإنرجي في المكثف الكاربائي إذن عندي مكثف كاربائي كثافته هذه قيمة السي 05 مايكرو فرات قيمة الجود بين طرفيه توزعت على ثلاث فترات من الزمن هذه القيمة الأولى هذه القيمة الثانية وهذه القيمة الثالثة في ثلاث فترات من الزمن المطلوب إذن استخراج ورسم الكارينت الباور والإنرجي كذلك نريد معرفة متى تكون الإنرجي تكون إذن مخزمة في الكاباسيتر ومتى تكون هذه الإنرجي تعطى إلى الدارة الكهربائية إذن عندي قيمة السي وكذلك عندي قيمة الجود الكاربائي لاستخراج الطيار الكاربائي عن طريق معرفة الجود إذن عندي قيمة الجود ومطلوب مني استخراج قيمة الطيار الكاربائي أطبق القانون هو إذن قيمة الكثافة ضرب اشتقاق الجود وبما أنه عندي هنا ثلاث فترات زمنية للجود الكاربائي هذا الجود الأول هذا الجود الثاني في الفترة الثانية وهذه قيمة الجود الكاربائي لهذه الفترة الثالثة بالتالي يكون عندي هنا طيار أول طيار ثاني وطيار ثالث إذا قمنا باشتقاق الجود ثم ضربه في قيمة الكثافة إذن عندي الآن قيمة الطيار الكاربائي عندي قيمة الجود ماذا أفعل؟ أقوم ضرب الجود في الطيار الكاربائي لأستخرج قيمة الباور في الثلاث فترات من الزمن إذن قمت وعندي إذن قيمة كذلك الجود الجود تربيع ضرب قيمة الكثافة ضرب واحد على اثنان تعطيني إذن قيمة الإنرجي في ثلاث فترات من الزمن بعد ما قمت باستخراج إذن التيار وعندي الجود وقمت باستخراج الباور والإنرجي قمت برسم كل من هؤلاء إذن الجود التيار الباور والإنرجي مع الزمن ألاحظ هنا كإجابة للسؤال متى تكون الإنرجي مخزنة ومتى تكون الإنرجي إكستراكتد يعني تستخرج من المكثف للدارة إذن تكون هذه الإنرجي مخزنة متى عندما تكون الباور بوزيتيف ألاحظ هنا عندما تكون الباور موجبة ألاحظ هنا في هذه الفترة يعني بين صفر وواحد ثانية ألاحظ هنا أنه تكون الإنرجي ستخزن إلى هذه النقطة المكسيموم ثم هذه الإنرجي سوف نقوم بتفريغها متى عندما تكون إذن الباور هنا نيجاتيف كخلاصة إذن نلاحظ كذلك أن الجود على طرفي المكثف يكون صفر في بداية الشحن ويتغير بشكل تدريجي وليس بشكل لحظي كذلك نلاحظ أنه إذن هذا المكثف الكاربائي هو عنصر تخزين للطاقة عندما تكون الباور بوزيتيف ثم يقع تفريغ هذه الطاقة عندما تكون الباور نيجاتيف ترجمة نانسي قنقر